قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم تفاصيل انتقال حكيم زياش لنادي سعودي لا يصدق بسبب مباراة الوداد والأهل المصري توجيه اتهامات باطلة لفوز القجع على خطى أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد يسعد للإندمام إلى المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار تفاصيل انتقال حكيم زياش لنادي سعودية تستعد وزارة الرياضة السعودية لعقد اجتماع مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش في الأسبوع المقبل بهدف تعميق المناقشات مع وكلائه وإقناعه بالإندمام إلى أحد أندية الدولة السعودية وكشف الصعفي الإيطالي رودي غاليتي مرسل شبكة سكايل إيطاليا أن وزارة الرياضة السعودية لا تزال في اتصال مع النجم المغربي حكيم زياش بعد أن أصبح قريبا من الرحيل عن فريق تشيس الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيف المقبلة وأكد غاليتي في التغريدة على حسابه في تويتر أنه تم تحديد اجتماع جديد في الأسبوع المقبل لمزيد من المناقشات المتعمقة حول احتمالية اندمام زياش إلى الدورة السعودية وفي الشهر الماضي كشف غاليتي أن نادي سعودي قدم عرضا رسميا لضميد جناح المغربي زياش وأكد في الوقت نفسها أن وزارة الرياضة السعودية تعمل على تسهيل انتقالها وتحضى فكرة جلب زياش إلى الدورة السعودي بدعم من وزارة الرياضة السعودية حيث تعزز المشروع الرياضي الذي اعتمدته الدولة من خلال جلب أبرز نجوم كرة القدم وخاصة بعد تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نهائية كأس العالم ونجحت السعودية في استقطاب مجموعة من نجوم السحر المستديرة أبرزها على الإطلاق الصفقة التاريخية بجلب النجم البرتغالي كريسيان رونالدو ثم حسم صفقة نجم ريال مادريد كاريم بنزيمة الذي التحق بنادي اتحاد جد لا يصدق بسبب الأهل المصري توجيه اتهامة باطلة لفوز القجعة وجه بعض الإعلاميين والمحللين المصريين تهما خطيرة وغير مقبولة لفوز القجعة تتعلق بتأثيرها على نتيجة الويداد الرياضي في مصابقة القارية قبل إجراء مباراة العودة وأشار هؤلاء أن لفوز القجعة نفودا واسعا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة إلى درجة تحكمه في تعين طاقم تحكيم مفضل للفريق المغربي حسب ادعائهم ومن بين تصريحات غير المبررة ما كشفه ريد عبد العال لاعب سابق ومحلل في برنامج البريم على قناتين والذي قال على الأهل أن ينسى فرصته في المغرب لأن تسيمة سيأخذ مباراة اعتزالي هناك والأمور الأخرى ستكتشف لكم وأضاف بسخرية يمتلك الويداد ما ليس لغيرها إن لديهم فوز القجعة من جهة أخرى أتارت هذه التصريحات والاتهامات استنكارا في مصر والمغرب فقد رأى البعض أنه من المخزي الترويج للشائعات والإدعاءات الباطلة واعتبر أنه ينبغي التركيز على المناقشة العقلانية والمنطقية وتذكر الجميع بأن نتيجة المباراة ستحسم على أرضية الملحب وليس بواسطة الأقلام أو الأبواق على خطى أشرف حكيمي لاعب ريال مادريد يستعد للانضمام إلى المنتخب المغربي قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاستفادة من المواهب الشاب المنتشرة في مختلف الدورية الأوروبية وذلك من أجل تعزيز صفوف المنتخب المغربي وتحقيق النجاحات الكبيرة في المستقبل وفي هذا الصياق فدت صحيفة العربية الجديد بأن هناك اهتماما كبيرا باللاعب الشاب يوصف الخديم الظهير الأيصر لنادي ريال مادريد تحت 18 سنة المعروفة إسبانيا باسم يوسيا وأشرت الصعيفة إلى أن رابع تكسا كشف جامعة الكرة والذي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة أثناء تواجده في ريال مادريد ويأمل تكسا في إقناع الخديم باللاعب لمنتخب المغرب تماما كما حدث مع أشرف حكيمي اللاعب الحالي لباريسان جرمان وبالنظر إلى نقص الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيصر في المنتخب المغربي فإن اهتمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالخديم يستمر ويزداد ويتمتع اللاعب يوصف الخديم بمهارة فرضية مميزة وقدرة فائقة على الدفاع والهجوم على حد سواء وقد لفت انتباه الكثيرين بأدائه المميز وتألقه مع فريق ريال مادريد تحت 18 سنة واستدعائه لتمثيل المنتخب المغربي سيكون إضافة قوية لقوام الفريق وسيساهم في تعزيز خط الدفاع ومن المهم أن يعمل الاتحاد المغربي لكرة القدم على استقطاب المزيد من المواهب الشاب المغربية المنتشرة في الدورية الأوروبية وتطويرها واستغلالها بشكل أمثل حيث أن تكثف الجهود في هذا المجال سيساهم في رفع مستوى المنتخب المغربي ويجعله منافسا قويا في البطولات القارية والعالمية بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في مجال كرة القدم فاستثمار هذه المواهب الشاب سيكون له تأثير كبير على تطوير الرياضة في البلاد ورفع مكانتها في الساحة الدولية ومن المؤكد أن مشتركة اللاعب يوسف الخدين في المنتخب المغربي ستعزز فرص المنتخب في تحقيق النجاح والتحقيق طموحات الجماهر المغربية صحيفة ماركا إبراهيم دياز يعطي الضوء الأخضر بخصوص دعوة رقراجي دون تردد قالت الصحيفة الإسبانيا ماركا أن المغربي الإسباني إبراهيم دياز إذا توصل بدعوة جديدة من مدرب الأسود وليد رقراجي سيقبل بسرعة ودون تردد وأوضحت الصحيفة أن اللاعب دياز ربما يكون قد فقد الأمل بعد أن عبده مدرب المنتخب الإسباني ديلافوينتي من اللائحة التي ستواجه منتخب إيطاليا نصف نهاء عصبة الأمم الأوروبية ولم يحدد اللاعب إبراهيم دياز موقفه من المنتخب الذي سيحمل قميسها حيث كان قد فضل عدم تلبية دعوة المدربين رقراجي وديلافوينتي للمنتخبين المغرب والإسباني في وقت سابق وهو ما دفع مدرب إسباني أن يعبر عن غضبه وقد وجه رسالة شديدة لإبراهيم دياز عندما قال له أنه لا يحب اللاعب المتردد ومن يريد اللاعب الإسباني عليه أن يأتي مهرولا على ركبتيها بينما قال وليد رقراجي أنه لا يريد الضغط على اللاعب وإذا أراد اللاعب للمنتخب المغربي فمرحبا بها لكن دون ممطلة في قرار الاختيار ولم يحدد اللاعب إبراهيم دياز موقفه من المنتخب الذي سيحمل قميسها حيث كان قد فضل عدم تلبية دعوة المدربين رقراجي وديلافوينتي للمنتخبين المغرب والإسباني في وقت سابق وهو ما دفع مدرب إسباني أن يعبر عن غضبه وقد وجه رسالة شديدة لإبراهيم دياز عندما قال له أنه لا يحب اللاعب المتردد ومن يريد اللاعب لإسباني عليه أن يأتي مهرولا على ركبتيها بينما قال وليد رقراجي أنه لا يريد الضغط على اللاعب وإذا أراد اللاعب للمنتخب المغربي فمرحبا بها لكن دون ممطلة في قرار الاختيار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم تفاصيل انتقال حكيم زياش لنادي سعودية لا يصدق بسبب مباراة الوداد والأهل المصري توجيه اتهامات باطلة لفوز القجع على خطى أشرف حكيم لاعب ريال مدريد يسعد للإندمام إلى المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر